تبحثنا أيضا حول الموضوعات الإقليمية أهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعزيز حل الدولتين ورعاية كل سبل توصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية توفر قامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعصنمتها القدس الشرخية وسوف نستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تطلع مصر بالدور الرئيسي إذاها لتحقيق الوحدة الصف الفلسطيني وإمكانياته على الوفاء وبتحقيق المصالح الشعب الفلسطيني الشقيق كذلك تناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية والتفعيل الكامل للخريطة التاريخ التي أخرت من خلال اجتماعات منتدى الحوار الوطني الليبي وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم الحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وسوف نستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف بحيث تستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة وتحافظ على سيادة الأراضي الليبية وتحافظ على الاستقرار والأمن والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية التي تعمل وتتخذ من الأراضي الليبية ملازل لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء بل وأفريقيا أجمعها هذا خطر داهم وهناك ضرورة للتعاون والتنصيق سواء على مستوى الثنائي المصري الروسي أو على مستوى الدولي للخضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهددنا جميعا